طيب ده مرتبط بايه بقى ده البطل التالت اهو او النادلي يعني مش هنقول عليه بطل في حد تاني برضو قوة فاعلة على الارض لكن هنا نساء الاخوة المسلمين جماعة الجماعة يعني في عايز اقول لحضراتكو انه تقريبا وصلت هذه الجماعة الارهابية الى قناعة لانه مرحلة الحراك المسلح فشل انتهى عملوا يعني لواء السورة وعملوا حسم وعملوا مش عارف جيش كذا وهذه المجموعات الارهابية التي خرجت من رحم الاخوان المسلمين والتي عملت بتوجيهات وبادارة من الاخوان جماعة الاخوان الارهابية هذه المجموعات التي تم اجهاض عدد كبير منها واللي هما نفزوا عمليات حضراتكو تعرفوها كويس بس يا الزاكرة بتركن شوية احنا مش عايزين الزاكرة تركن خالص خالص هذه المرحلة اللي بيطلق عليها مرحلة الحراك المسلح تقريبا انتهى لكن في مرحلة تانية بدأة بتخطط لها الجماعة واقول لحضراتكو بتخطط لها ازاي ويطلقون عليها مرحلة الحراك الناعم احنا خلصنا مرحلة الحراك المسلح المجموعات الارهابية المسلحة التي تقوم بعمليات ارهابية وتنفذ عمليات اغتيالات وتقوم بعمليات تفجير لمؤسسات ولأهداف بعينها الى ما يسمى بمعركة الحراك الناعم طيب ايه الحراك الناعم ده؟ حراك الناعم ده الوقود الاساسي فيه نساء الجماعة طيب الاول قبل ما اقول لحضراتكو نساء الجماعة وبيعملوا ايه؟ لسبوع اللي فات الامن الوطني القى يعني او قام بضبط مجموعة تنتمي الى جماعة القوى المسلمين بيقوموا بتخزين كميات مهولة من السلع التاموني كويس؟ انت دخل على رمضان دولة بتجتهد بتعمل معرض اهلا رمضان عشان توفر السلع بتخفضات ادارات ومؤسسات الدولة المختلفة بتحاول توفر كل ما يلزم للناس قدر الامكان باسعار مناسبة ففجأة لقوا مجموعات بتتحرك لتخزين اكبر قدر من السلع التامونية اللي هو بحيث انه يأثر على تواجد هذه السلع في الاسواء فتبقى الفكرة انه فيه ازمة والدولة مش قادرة توفر ووالى اخر دول تم ضبط مجموعة منه ممكن قريب جدا يعني يتم تقديمهم ليه في النيابة وتطلع القضية لكن الحكاية ايه بقى استهداف المجتمع المصري لنشر شائعات كثيرة فيه والاستقطاب الناس بالطريقة النعم رمضان داخل توجهات اللي جاية ايه لنساء الاخوان انه يبقى منتشرين في التجمعات فيه بقى صلاة الترويح في صلاة التهجد فيه الاماكن العامة فيه رمضان ويبدأوا يتكلموا ده ده انا بقول حضراتكم على معلومات يبدأوا يتكلموا على الاوضاع اللي موجودة في البلد على الاسعار على المشاكل على الاوضاع الاقتصادية على ان الناس تحملت على ان الحكومة بتخدعكوا على ان الرئيس مش عايز لكم الخير وده بينزل ليه اهلين في الاحياء الشعبية والاحياء العادية الناس اللي ممكن ما يكونش عندها معلومات وما عندهاش وعي كافي فينزلوا طيب يبقى الهدف هو اشاعة اكبر قدر من الشائعات او نشر اكبر قدر من الشائعات وعمل حالة من عدم الاستقرار في المجتمع الناس تفضل طول الوقت بتتكلم على المشاكل والازمات وانها مش عارفة تعيش وان الحكومة مش عارفة تشتغل وانه النظام مش عارف يحكم وهو الاخر طيب ده حسبة ده الهدف عن طريق انه نساء الاخوان ينزلوا في التجمعات في الصلوات في اماكن طيب من بين التعليمات قالوا ايه انه حاولوا هاي السيدات دول حاولوا تسجلوا فيديوهات للستات اللي انتو بتتكلموا عنهم ويستحسن انه هم يتكلموا في الفيديوهات دي عن الاوضاع في مصر يعني ممكن تلاقي ستة بسيطة تقول لها تب قول لنا انت ظروفك فتوقع تقول بقى الظروف والحالة والوضع ومش لقيين ومش عارفين ناكل ومش عارفين نشرب ووالاخر فيتم تصوير هذه الفيديوهات وممكن تلاقي بعد كده ستة بسيطة جدا عايشة في حي يعني بسيط فيديو بتاعها منشور في يعني بيزع في برنامج في القنوات المعادية للمصر او محطوط على السوشال ميديا والناس قاعدة تتكلم ان دول المواطنين بتوع مصر فانا بقول يا جماعة اذا جي حد كده اقول لك تعال اسجل فيديو وقول اللي عندك او 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 شكوتك او 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 ايه مشكلتك ما نتجاوبش لانه انا بكلم هنا عن خطة محكمة لهز هز استقرار هذا المجتمع في الفترة اللي جاي من بين التعليمات ايه انه طيب يا جماعة لو انتو بتعملوا ده بتتكلموا مع الناس وبتصوروا فيديوهات لو لقيتو حد بيدفع عن النظام او بيدفع عن الحكومة او بيدفع عن الاوضاع كده انساحبوا وما تشتبكوش معاها لانه ده ممكن يعمل مشكلة هبتكلم عن خطة خطة اسمها الحراك الناعم خطة كاملة موجودة عن جماعة الاخوان الارهابية ويتم تنفذها عن طريق عنصر النسائي في هذه الجماعة الناس اللي هم موجودين ومنتشرين عايز اقول لحضراتكو انه الاعلام بقى الخصم المعادي الاخواني بيلعب دور كبير جدا في تعزيز هذه الخطة لانه هم يركزوا بركزوا على المشاكل وبركزوا على الازمات وانت داخل على شهر رمضان فهذه المرحلة اطمع اطمع كما اتمنى انه زي زي ما الجيس والشرطة يعني اجهدوا مرحلة الحراك المسلح لجماعة الاخوان الارهابية الدور علينا احنا بقى ان نفسد مرحلة الحراك الناعم انت يعني فهمين لانه الحراك الناعم ده انت مستهدف به ما مش هتلاقي فيه جهات ولا مؤسسات ولا اجهزة ولا داخلية ولا جيس ولا شرطة هيبقى ماشي قاعد مع الناس بيصلي معهم الترويح او قاعد معهم في تجمعات او يعني ده دور نحط فاذا كانت مرحلة الحراك المسلح اجهدت وانتهد بفضل قوات الجيش والشرطة فالشعب هنا هو الذي لابد ان يقوم بدور في افساد مرحلة الحراك الناعم التي ستقوم بها جماعة الاخوان الارهابية في الفترة القادمة مستغلة دخول شهر رمضان فالناس هتبدأ تتكلم وتتكلم عن المشاكل وتتكلم على اللي في السجون وتتكلم وكأن اللي في السجون دول سجناء رأي او سجناء سياسي لا انت بتتكلم عن ناس موجودين في قضايا ارهابية ارتكبوا اعمال ارهابية والناس بيحكموا زي ما عاستعرضت لحضراتكو ال555 واحد دول يعني الفكرة في ايه حاش تحكي علينا وحاش تحكي عليك ومحدش يجي يقولك اصول بلد وضعها ومش وضعها احنا الناس طلعت ومش هذا النظام الارهابي وهم حتى هذه اللحظة ما تجيش تقول هو لسه الناس دي شغالة اه شغال لان المعركة طويلة لان انت قضيت على مستقبله على حلمه على وجوده على مكاسبه على اي حاجة هو كان طمعان فيها في يوم الايام فما تخليش خصمك طول الوقت مستعد ليك وانت نايم انا هنا مش بفرض وصايع عليك ولكن انا بنب يعني بقول لحضراتكم المسألة ممكن تبقى حصلة على الارض ازاي فلو سمحتوا ناخد بالنا من هذه الكائنات التي يمكن ان تفسد علينا حياتنا وتفسد علينا البلد التي انعم الله عليها فعلا بالامن والاستقرار